وفي رسالة اطمئنان للمستثمر المحلي وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه الملامح الرئيسية لوثيقة سياسة ملكية الدولة وذلك في إطار إعداد استراتيجية قومية لتمكين القطاع الخاص وتحديد أنشطة تواجد الدولة والقطاع الخاص من جهته أوضح مساعد رئيس مجلس الوزراء القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أسامة الجهري أن الوثيقة التي تم إعدادها بمشاركة عدد من الوزرات وكذلك الخبراء والمتخصصون تعد خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد مشيرا إلى أن تحديد السياسة الملكية يعد أمرا شائعا عالميا حيث قامت أكثر من خمسين دولة بتحديد السياسة الملكية المتبعة بها سواء بشكل صريح كإعلان وثيقة أو من خلال القوانين والأطر التنظيمية كما بدأت دول عربية في الإعلان عن هذه السياسات وفي هذا الإطار أكد الجهري أن وثيقة السياسة الملكية التي يتم إعلان ملامحها تعد وثيقة مرنة لسياسة الملكية وتتواكب مع استراتيجيات الدولة والمستجدات العالمية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة